اشتركوا في القناة الخوزيق القوية وخلص يعني مانشستر فازوا عليهم وعني كان عندي أرنود روبرتسون مش بس هيك يعني منيح انه صراح جاب قول ها نجاب لكم النقطة خلينا نشوف كيف سوينا أنا وشريف قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تساوي لايك وشير وسبسكراب طبعا اول اشي بدنا نبلش بتشكيلة شريف بلش يا شريف شوف تشكيلتي طبعا تشكيلتي اول اشي يعني انا اخترت الحارس الغلط كان عندي سانشيز ووارد وفي اخر لحظة بالدادلاين ستريم اللي كان معانا قررت ألعب بوارد بدل سانشيز وللأسف وارد جاب لنقطة سانشيز جاب 8 نقاط وصراحة وارد يعني حارس بـ 4 مليون اصلا مش المفروض نتوقع منه اي اشي وما حدا يعتمد عليه للموسع جيب حارس حتى لو بـ 4.5 غلي شوي حارسك عشان تستفيد شوي من نقاطه صبر واحد 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 ما في حد عمل اشي لفرقول ضيع الكلين شيت كنسلوا ضيعها مع أصفر هنري اللي جبته انا تبديلي كان للجول الماضي وكنت على امل انه مباراة ضد فلهم برندفورد يحافظ على الكلين شيت لانه حافظ عليها ضد منشستر ينايتد للأسف هنري ما عمل اشي استقبل ثلاث اهداف جيمز نفس الاشي ضد ليد استقبله ثلاث اهداف ونيكا وليامز للأسف ضاعت الكلين شيت ابدع ابدع الدفاع اه اين دفاع هو يعني طلعوا عندي انا ست لعبين معدل بناتهم اربع نقاط بس من اصل ست لعبين وهم مفروض انه يكون عندك جيمز وكنسلوا وارنود على الاقل يكون في واحد منهم جاي بكلين شيت بدناش اسست ولا قول فلالأسف يعني الدفاع كان سيء جدا في هالجولة وننتقل للوسط هلأ انا صلاح صلاح الكابتن ويعني الحمد لله انه عمل اشي صلاحي يعني وقدرت استفيد شوي من نقاطه وغروس ومارتينلي غروس كان تبديلي لهالجولة يعني جاب لي اسست بس انا كنت بدي منه اكتر انا فكرته هو اللي بيسدد ركلات الجزاء فلما شفت بلانتي لبرايتن لا هو بيسدد بس اكتر من واحد بيضل يغيره بيناتهم يعني انا فكرت انه هو حتى لو شفته ماسك الطابة والمعلق بحكي غروس شكله المعلق كان جايب غروس على فريقه بالفانتزي كان متحمس بس انا قلت يسدد اخيرا رح يجيب لي بالانتي استفيد منه طلع الماك الستر اللي بيشوت بس جاب لي اسست في المباراة ان شاء الله المباراة القادمة بيقدر يجيب لي كمان نقاط ومارتينلي طبعا حافظ على اداءه يعني من بداية الموسم كين وهلند بالهجوم كمان شايفين انتو 6 نقاط غروس 6 مارتينلي 6 كين 6 هلند يعني ما بعرف ما عندي كثير تعليق على هاي الجولة كانت شوي سيئة الجولة جبت 44 نقطة فيها ويعني الدكة تاعتي جايبة اكتر من اللعبين الاساسيين يعني سانشيز واندريس لحالهم 16 نقطة اكتر من الدفاع والوسط ويعني جدة يعني ما عندي الدكة جايبة الوضع سيئة فأه سيئة سأنا حاسس اسبوع الجاي هلو اذا بدك احكي لهم انت كيف عم تفكر يعني توفي الجولة الرابعة الجولة الرابعة رح تكون حلوة للسبب هو انه كل فريق عم بلعب مباريات حلوة هلن زي كين زي كنسلو ارنول صلاح مارتينلي كلهم عندوا مباريات حلوة بهاي الجولة فأنا ما رح عمل اي تبديل للجولة لانه شايف انه فريقي جاهز لهيك جولة ومتوقع منهم بجيبوا نقاط اخر فرصة لأكتر من اللاعب عندي بالفريق بدي اشوف شو ممكن يعملوا عندك ليفر بول مع بورموث ما بنصح اي حدا يبيع اي حدا من ليفر بول لا دياز لا روبرتسن لا ارنول طبعا صلاح يعني ما اتوقع انه فيه ناس يفكروا يبيعوه بس لو بتفكر كمان بيع صلاح ما تبيعوه لانه هاي اسهل مباراة ممكن لليفر بول هاد الموسط تبورموث بالانفيلد بدهم يردوا اعتبارهم فعشان هيك خليت لعبين وما عملت اي تبديل شايف فريقي جاهز فبالحراس رح يكون عندي سانشيز ضد ليدز ليدز قوي فممكن ما يكون فيه كلين شيد بس برايتن دفاعهم قوي فهتكون مباراة صعبة ان شاء الله يطلع بكلين شيد ارنولد بالدفاع ضد بورموث زي ما حكيت لكم الفرصة الاخيرة يعني ارقام ارنولد حلوة وبصنع فرص الاسستات المتوقعة ارقام وهو تاني واحد في الدوري فعم بصنع فرص بس للاسف ديليفر قول مش بفورما فان شاء الله هلأ بالمباراة اللي جاي رح يكون مناح وارنولد يستفيد ويجيب نقاط كلين شيد واسست ان شاء الله دفاع عندي اه انت كمان منين فروع يعني انت خلو شوفوا تشكيل خليه خليه كانسلو ضد كريستل بالس جيمز ضد لستر وهنري ضد افرتون هذا هو خط دفاعي وشايفين مبارااتهم كلهم حلوة يعني لستر ضعيف جدا هجوميا وماديسا بنسبة كبيرة ما حينعب فحتى الخطورة الهجومية رح تقل فان شاء الله كلين شيد واذا لعب كظهير في المباراة بكون الو بتوقع منه يسجل او يصنع وهنري يعني جبته جديد ما رح ارجع ابيعه بسرعة رح اطيه فرصته كمان مبارتين مباريات برينفورد حلوة ضد افرتون ان شاء الله بكليم شيد مع اسست وكنسل له نفس الشي يعني كنسل له لاعبي كبير خط الوسط يعني الكابتن ما رح حتى رح افكر ان يحطه غير على صلاح يعني صلاح بيحبي لعب ضد بورمث معدل 11 مقطة بالمباراة وبلعب بالانفيلد وبالانفيلد بده يردوا اعتبارهم بعد بداية سيئة فظن يبع هاي مباراة ذهبية لصلاحين حتى اذا ممكن تفكر تريبل كابتن روح لتريبل كابتن صلاح بس يعني لا انا ما رح استخدمها ما بانصر حد يستخدمها لأدبك كير بس اذا حابت استخدمها افضل خيار لصلاحين وصراح افضل لحيار كابتن يعني نتو سعره نزل من 5.5 لـ 5.3 وصار في خيارات كتير بولفز خيمينيز رجع من الاصابة فممكن نلاقي نتو على الدكة بالمباراة ضد نيوكاسل ما يبدأ اساسي واصلا نيوكاسل فريق قوي دفاعيا فنتو مشكير متوقع منه انا بدي من جروس ومارتينيلي وصلاح انهم يتقلقوا مباراةهم حلوة ضد نيدز وضد فلهم فان شاء الله بيجيبوه للمقاط وخط الهجوم عندي كين وعندي هلند هذا خط الهجوم اتوقع انه رح تكون للأسف الجولة الاخيرة اللي رح يكون عندي فيها كين وهلند لان خلص اجا وقت للتبديل ما رح حكي لكم شو التبديل عشان تحضروا الفيديو تاع الجولة الخامسة اللي هي الجولة رح تكون عطول بعد الرابعة بالنصف الاسبوع رح تشوفوا كل التبديلات اللي فكر عملها بس هاي الفرصة الاخيرة او الرقصة الاخيرة لأهلند وكين بفريقي فان شاء الله انهم بيجيبوا نقاطي كتير وعلى الدكة عندي وارد ارتشر ويليامز واندرياس يعني ولا واحد عندهم مباريات حلوة بس يعني شفت الدكة لموس جولة الماضية ممكن هاي الجولة يجيبوا اكتر من الناس بس يعني مبارياته بصعبة فما عطقى اي واحد فيهم ممكن نجيب اشي وبس هاي تشكيلتي ما عطقى رح يصير عليها اي تبديل قبل الدادلايب تمام رح ننتقل فرجيكم شو صار معي انا بس ما رح اطول عليكم كثير كلنا عارفين شو صار كلنا نفس الاشي تقريبا بالحراسة عندي رامزديل جاب لي كلينشيت ارنولد ووكر روبرتسن بسمة نكرا سيد هنري جيمز ويليامز فعندي انا دفاعين من ليفربول ارنولد روبرتسن ما عملوا اشي ووكر طارت الكرينشيت بس روبرتسن مش لباله يكون نكرا هنري صار كتير غريب الشكل خطة مطبعي سامحون ويليامز كمان ضاعت الكرينشيت مش رح هيك كتير كنا عارفين قديت دفاع كان سيئ هاي الجولة فبدي اعمشي سريع عشان ما نطول عليكم بالوسط كان عندي صراح كولو تشفسكي ومارتينالي اكتر واحد متضايق منه مش متضايق حزنان والله عليه عشان كان بقدر يعملي كثير وكان لعب مباراة حلوة بس ما طلعش بيده اشي لا اسيست ولا قول كولو تشفسكي لعب مباراة رائعة كان خطير جدا وراح اخليه بفريقي صراحة وانا كثير حابه مع توتنهام كخيار خيص يخليني اقدر اشتري واحد من هجوم توتنهام بيكون الو تأثير كمان مارتينالي كعادته ما عم بينكسنا عم بجيب نقاط كل جولة وصلاح مش انقض الجولة بس يعني يخلاني من سيئ جدا لا سيئ العبلة يعني هاي هي بس العبلة فبالهجوم كان عندي كين لا انا كان عندي جيسوس و هالند جيسوس جاب لي اربع لقاط اخطار مطبعية اخطار مطبعية سريع 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 اليوم فيديو سريع بس ان شاء الله التشكيل هلا بتكون ما فيه اخطار بالهجوم عندي جيسوس جاب لي اربع نقاط و هالند جاب لي ستنقاط طبعا الاحتياط بس عندي اندرياس جاب لي نقاط و ما كنت في توقع صراحة منزلت ويليامس فكرت و راح يجي صلا اندرياس قدم مباراة حلو صحيح برانفرلي بونس ثلاثة مع اسست حلوية تمام راح انتقل للا لتشكيلتي اليسبواء القادم طبعا انا ما عملت اي ترانسفير ما عملت اي تبديل عشان انا عندي خطة للاسبوع اللي بعده راح عشان يكون عندي تبديلين هيك فالاسبوع اللي بعد هاي الجولة راح يكون عندي تبديلتين زي ما حكي شريف مش راح يحكي لكم ايش الخطة عشان تستنوا تحضروا الفيديو معنا وتشوفوا شو عم نفكر بس اكيد راح تتبين معكم عشان راح نحكي على انستجرام ايش تساوي وشغلات فانا ما غيرت ايش صراحة عندي بالحراسة رامز دير راح العب ضد فولهم ارنولد ضد بورنموث ووكر ضد كريستل باليس ووكر متنكر روبرتسن ضد بورنموث وجيمز ضد لستر فزي ما انتوا شايفين كمان مرة هاي اخر فرصة لروبرتسن و ارنولد عدهم مباراة ضد بورنموث فلازم يتقلقوا ويجيبوا لكلينشيت واخيرا ووكر كريستل باليس اظن السيتي بعد الخسار راح تلعب مباراة قوية جدا وكمان نفس الاشي توخر حاول يلعب مباراة ضد لستر اللي عم بيكون مش قوي جدا صراحة عم بيكون عادي بعيد فضل لستر اكتر طريق مستقبل فرص كمان بعدها للوسط اكيد 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 انا راح كابتن ملك الفانتسي صلاح يكون عندي كولوتشفسكي مارتنالي وناتو زي ما حكى عنه شريف بنزله بس عشان هيك وراح يطلع ان شاء الله اكيد راح يطلع فكولوتشفسكي ضد ليدز ان شاء الله تكون هاي مباراة مليئة لأهداف حاسة من الطرفين كمان عشان تروح تكلينشيت توتنهام واطلع بالرانك انا وصلاح ضد بورنموث زي ما حكى عنه شريف بديش ازيد اكتر المباراة اسطورية راح تكون لصراحة المفروض وفلهم متوقع منه زي ما مباراة يعني هدف او اسط بس كمان تصحيح عشان كولوتشفسكي بلا مع نوتينغام فورست عشان ما نعمل اي كركب الى الناس ومنعتذر على الفطاء البسيطة عملنا تعديل على الفيديو سريع 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 جدا امتعسفين زي ما انتو شايفين مع بعض احنا طالعين بس حبينا طبعا دائما نتصور ونطلع لكم بالبديو فننتقل للهجوم عندي جيسوس ضد فلهم من ارسنل حط فيس كابتل وهالن ضد كريستل بالاس وبالاحتياط ما عندي اشي صراحة مباراتهم صعبة كثير فبس يعني جيسوس متوقع منه صراحة اهداف ضد فلهم وهانن متوقع منه هدف اهدفين صراحة بس صراحة متوقع منه هاترك والله صراحة توقع متوقع جولي نار يعني لازم تكون نار لازم يعوضون اذا كيفين فريقي يعني كله اسامي منيحة اذا هذا الفريق ما جاب نقاط انا هاي السن الفانتيسي جد مش فاهمها صراحة وهيك منكون وصلنا لاخر الفيديو احكولنا شو رأيكم بتشكيلاتنا ومين رح يتكبتنوا بالجولة واذا عندكم اي سؤال كمان اتركولنا اياه بالكومنتات واذا وصلتوا لهون ما تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب ومنشوفكم بالفيديو الجاية كمال مرة متأسفين على اخطاء المطبعية ما سراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة